السلام عليكم لحقيقة كل يوم قاعدين نسمعوا في أخبار جديدة أخبار متويترة على المنتخب أما زعم الأخبار اللي نسمعوا فيها ونقرأوا فيها كل يوم على مواقع التواصل الاجتماعي صحيحة؟ ما نصورش دائما صفحة على الفيسبوك صفحة ملمة بأخبار المنتخب صفحة بين قوسين محترمة لحقيقة نخو منها بعض الأخبار بعد ما نتأكد منها البارح هبطت مقال بعنوان كيروش قريب من المنتخب التونسي وقت اللي يتسمع عنوان بالوزن هذا وبالثقل هذا ما تنجم كان تدخل ودي تتأكد أكثر من الأخبار تلقى المصدر متاع الصفحة المصدر اللي خذيت منه والأخبار بطبيعة على حسب الصفحة هي الصحف البرتجالية قلنا خليونا نتأكدوا من الأخبار من اليوم لتليه دايام التالي الصحف البرتجالية الرياضية محكيت على حتى أخبار يدل أنه كيروش قريب من المنتخب التونسي قلنا خلينا نمشيوا للعين ونزيدوا الركز وأكثر واللي هو الإعلام المصري بما أنه كيروش مدرب من المنتخب الفرعنة كيف كيف؟ من البارح لتلاثة أيام التالي مثل ما حت أخبار يدل أنه كيروش قريب من المنتخب التونسي بعد ما تأكدنا أنه الأخبار لأساس له من الصحة قلنا مش لازم نحكيوا عليه اليوم خرجت علينا قناة نسمة قلّك كيروش قريب من تدريب المنتخب التونسي والمصدر صحيفة اليوم السابع المصري بعد أخبار نسمة إش رايكم انتبعوا السارق ببيب الدار؟ انتبعوا السارق ببيب الدار إش عادنا نعمل؟ اليوم صحيفة اليوم السابع الـ 2-11 أبريل 2022 11 أبريل يعني 11 أبريل الـ 36 دقيقة بتوقيت القاهرة رئيس التحرير أكرم القصاص يقول كيروش يتفاوض سراً مع العراق منذ شهرين ويتبقى التوقيع الرسمي بتصور تو تأكدنا أنه الأخبار ما فيه ولا واحد بالمئة من الصحة بل ما فيه ولا واحد بالمئة من المصدقية والاحترافية بعد مخرج رئيس الجامعة التونسية اللي كرت قدم وديع الجري في برنامج التاسع سبور وأكد أنه مدرب المنتخب التونسي في مونديال قطر بش يكون جلال القادري يخرج علينا الصحف الجزائري بخبار الأخبار اللي انتشر على مواقع تواصل الاجتماعي يقول أنه جمال بالماضي مدرب المنتخب الجزائري قريب من تدريب أنه سور كيف يخرج حامد المغربي عضو المكتب الجامعي وينفي الأخبار هذا ويأكد أخبار رئيس الجامعة وديع الجري أنه مدرب المنتخب التونسي نهائيا جلال القادري هو المدرب اللي بش يكون في مونديال قطر ونتصور الأخبار هذه أخبار أنه مدرب بش يدرب المنتخب التونسي مدرب آخر بش يدرب المنتخب التونسي الأخبار هذه تضرب المنتخب أكثر من اللي تنفه مع اخر اخبار لعبينا الدوليين ونبدأوا بسامة صرار في لعب زولت البلجيك على حسب صحيفة نسمة على الفيسبوك تقول ان والد اللاعب يسوق في ابنه الفريقية العاصمة يا اما النادي الافريقي او الترجل يا ذي تونسي من اجل المونديال تصور المرة هذي الاخبار من النسمة باش يكون صحيح وهذي يخوضوها من عندي وقت اللي يشوفوا اللاعب الدوري البلجيكي مع فريقه ما هواشي قاعد يلعب الموسم الحالي شنية معناها ما هواشي قاعد يلعب ملعب ولا مقابلة لا ملعب ولا شوت لا بل اكثر منها كاكة ملعب ولا دقيقة مع فريقه يعني النجم يقولوا اللاعب خارج الخدمة في الدوري البلجيكي والمونديال على الابواب وقت اللي يشوف نادي الغندري من دوري اوروبي ينتقل للنادي الافريقي يلقى روحوا الفترة هذي اساسي مع المنتخب ويقدم اداء خارق للعادة خليونا نقولوا اداء محترم في مباراة المباراة ذهاب واياب ضد المنتخب المالي يعني نادي الغندري ساهم في ترشح المنتخب للمونديال بتليشوف لاري العزوني من الدوري البرتغالي ينتقل للنادي الافريقي ويقدم اداء خارق للعادة وبنسبة كبيرة باش يكون متواجد في القايمة بطبيعة ما نحكيوش على التارجي رياضي تونسي محمد علي بالرمضان وغيلال ايش على لي الشيء اللي يخلي من والد اللاعب انه يفكر مليح في مصلحة ابنه بطبيعة انه يكون متواجد في قطبي العاصمة اما النادي الافريقي او التارجي رياضي كمشن يرايكم يندراب بسي مسرافي بطبيعة لو كان الاخبار رات لعص عيح قادر بش ينجح في التارجي رياضي تونسي او النادي الافريقي ونلقاوه في المستقبل القريب في قائمة المنتخب نجيوه حاليا لحسن العياري لعب شيفيلد يونايتد الانجليزي فاريقه متواجد في الدرجة الثانية الانجليزية في شامبيانشيب فاريقه يلعب على الصعود الموسم الحالي وقت اللي نلقاوه الصحب المرتبة الاولى والمرتبة الثانية يصعدوا مباشرة للدرجة الاولى ومن المرتبة الثالثة للمرتبة الثالثة يلعبوا البراج نلقاوه شيفيلد يونايتد متواجد حاليا في المرتبة الثالثة فالاخبار الباهي على حسب العرب الجديد ان الجهاز الفني يفاجأ اللاعب ويضمه للفريق الاول وامكانية بروزه في المقابلات القادمة كيف كيف الموقع الرسمي اللي فريق شيفيلد غنى فنيات وامكانيات اللاعب كيف كيف بروزه في شيفيلد اقل من 23 سنة الشيء اللي يسرى بانضمام اللاعب للفريق الاول كيف كيف الموقع الرسمي يقول انه حسن العياري من المواهب بالشابة واكيد باش يكون عنده مستقبل في الفريق لمح على اللاعب حسن العياري وعمره 19 سنة لاعب بوليفالون يلعب على الشيراليمين يلعب على اليسار يلعب كيف كيف وراء المهاجمين حاليا الفريق والإطار الفني يفكر باش يشوفه كرأس حربة بتبيع اللاعب الامكانيات متاعه تخوله باش يلعب في جميع المراكز وافضل دليل الهدف اللي سجلوا في المقابلة الاخيرة مع فريقه اقل من 23 سنة بصراحة هدف خارق للعادة يدل انه اللاعب عنده من الامكانيات الكثير وان شاء الله في المستقبل علش لا في قطر 2022 نلقاه اللاعب مع المنتخب الاول وجدي كشريدة اللاعب ساليرليتانا الإيطالي بدايته مع الفريق كانت بداية موافقة اللاعب كان اساسي بداية دحرج بشوية بشوية ولا يرعب في نص ساعة ربعة ساعة حالين وجدي كشريدة المقابلات الاخيرة ممكن معاش متواجد حتى على الدكة الشيء اللي بش يسرع بخروجه من الفريق مع نهاية الموسم واخر الاخبار تقول انه وجدي كشريدة امكانية كبيرة الموسم القادم بش يكون في الدوري المجري وبالتحديد في فريق عيسى الايدون وجدي كشريدة من نجمه كان نستحقوه في المنتخب بما يلزموا يعرفوا بقية الملعبية انه المنتخب ما يستحق كان اللاعب الكمبيتتيف اللي قاعد يلعب مع فريق وما يهمناش الدوري اللي يلعب فيه ما يهمناش كيف كيف الفريق اللي يلعب فيه لكن يهمنا المردود اللي قاعد يقدم فيه وجدي كشريدة بعود للمنتخب اكيد بش تكون ثمام ونافسة بين محمد دراجر وهذا ما ينجم كان يرجع بالنفع على المنتخب قلنا بش نحكيه شوية على الملعبية المحليين الملعبين اللي ينجدوا في الدوري التونسي بما أنهم هما النوات بما أنهم هما الباز متاع المنتخب باليوم نحب نحكي على لاعب الترجل ريادي تونسي محمد علي بن حمود لاعب عمره 23 سنة الموسم الحالي لعب زوز مقابلات مع الترجل ريادي تونسي يسجل فيهم اربعة أهداف أرقام محترم إن شاء الله الترجل ريادي تونسي يعطيه فرصة كيف كيف إن شاء الله عليش لدينا القاوة في المستقبل في المنتخب التونسي ما يزمناش نستنى لاعب يصل 27 28 29 سنة باش نفكروا وقدموا له الدعوة للمنتخب لو اللاعب يصحق الدعوة يلزمنا نلقاوة في المستقبل لاعب صراحة تفرج فيه الموسم الفارض مع مستقبل سليمان كيف كيف تفرج فيه الموسم الحالي في الزوز مقابلات بتاعه مع الترجل ريادي تونسي لاعب قناص لاعب هدف لاعب يعرف يحط الكرة في الشبكة لاعب من ربوع فرصة يصنع لك منها هدفة مهمة ما نحقروش لملاعبية متاعنا ما نحقروش ملاعبية النادي الفريق الترجل ريادي لطوال السياساس أي لاعب الدوري التونسي ما نحقروها شوفنا بيلال العيفة مع النادي الافريقي شنه يعمل في المنتخب كيف كيف شوفنا النادر الغندري الناس الكل تعجبت من دعوة اللاعب للمنتخب لكن يقدم مردود محترم وأكثر من محترم في مقابلة مصيرية مهمة مؤهلة الكاس العالم لذا محمد علي بن حمود مش عليش يكون المهاجم الأول في المنتخب يستحق نعطيه فرصة وفي الختام ما تبقى كان بشي قولكم تحية تونس تعيش تونس كلنا تونس وسلام